طلب مزارعون في لواء ذيبان بمحافظة مأدبة تقليص عدد أيام العطل في السوق المركزية للحفاظ على ديمومة توريد منتجاتهم المزارعون وقالوا لرؤية أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في هذه الأيام يساعد على سرعة الإنضاج للمزرعات خاصة النبات الصبر وإغلاق السوق المركزية لفترة طويلة يعرضها للإطلاف وأكدوا أن أوضاعهم المالية لا تسمحوا بشراء أو استئجار برادات لتخزين منتجاتهم مطالبين الحكومة بتقليص عدد أيام العطل للسوق المركزية نشكو من العطلة الرسمية الطويلة التي قرها السوق المركزي أمام المزارعين لذا نطالب بالمسؤولين في السوق المركزي بفتح السوق خلال هذه العطلة لو فقط يوم الجمعة حتى يتسنى المزارع تسويق منتجاته الزراعية لأن الجو حار وهذا الجو والصيف الحار الشديد يساعد على نضج الثمار بوقت أسرع وأسرع كل مطالبنا أنه يكون فيه تقليص لمدة الإجازة التي هي المفروضة من عطلة عيد الأضحى بحيث أنه إحنا أقل ما فيها يكون أقل الأضرار علينا كمزارعين صبار لأنه حتى لو توجهنا إحنا على البرادات أو توجهنا على أي تقنية صناعية زراعية راح تكون تكلفة علينا إحنا وممكن كمان أنها تأثر على إنتاج ثمرة الصبار